طيب فيه طرق يعني حالك شايفها مبتقرة لزراعة الدعمات دي يعني طرق مختلفة أكيد طبعا كل دكتور بيبقى ليه طريقة معينة ممتاز احنا مش نقول مبتقرة لأن الكلمة دي كبيرة شوية بس نادر نقول مع وجود أسهل شوية آه يا لأ نقول مع وجود خبرة للأطباء في زراعة الدعمات ودخول العديد من الأطباء في هذا المجال وأنا سعيد وأفتخر بأن أنا كنت أول من نادر بأن يتفرغ لهذا التخصص العديد من الأطباء بدل ما كان حصر على عدد محدود على أصابع اليد دلوقتي بقت أكتر دلوقتي ما شاء الله في كل قسم من أقسام مثالك البولية والجلدية يوجد عشرات الأطباء فالحمد لله دي حاجة جميلة ودي حاجة بشرة العيان إن أنت الحمد لله هتلاقي علاجك وده كاترتك موجودين وهيحلوا لك مشكلتك إن شاء الله نرجع لسؤال حضرتك اللي هو الطرق المبتكرة هي مش مبتكرة بالمفهوم لكن وجود خبرة في الأطباء في ممارسة مثل هذه الجراحة خلى الموضوع بقى بسيط يعني إحنا زمان كان لا أنسى أن جالي المريض يقول لي يا دكتور أنا بشوف العملية ديك على النت كإني داخل في مجزر دمه بهدله وبتاع طيب إيه الأسباب لك دي يا دكتور؟ الأسباب إن كان زمان الأطباء لا يهتموا بما يسمى بالجسم أو الاستوان المسؤول على النصاب يسمى الجسم الكافي فكان بيدخل بمشاراته ويمزعها مش فرقة ما هو بيعتبرها تلفة لا هي مش تلفة هي لا تعمل وظيفيا لكن فيها جزء من الوظيفة يمكن تدعيمه بالدعمة يعني الشيء مساند ليه؟ بالضبط هي كلمة الدعمة من اسمها هي بالدعم اللي عندي فأتلفه ليه؟ فكانت مجزرة دلوقتي إحنا الموضوع بالنسبة لنا أصبح هم خطوتين اتنين لها سالسة لهم فتحة جلب وفتحة غلاف فقط لا غير موضوع بيخدش أكتر من تلت ساعة مدتها تلت ساعة تلت ساعة وبعدين إحنا كمان أيا كانت الحالة وأيا كانت السن أيا كانت السنة وأيا كانت حالة حتى لو سن كبير أيا كانت السن اللي هي توجد تلت ساعة يا دكتور تلت ساعة بس هتفرق السن الكبير من الصغير في الجراحة يعني السن الكبير برضو بيبقى أكيد لو عنده أمراض برضو بتأثر شوية فتبقى أنت براحتك أكتر لا هو دكتور التخدير طبعا في البداية بيشيل عني هذا العبء إنه بيناعمل المريض بتاعي ويبقى متأكد طبعا من كل التحليل والأشعة وكل حاجة قبل العملية بالضبط طبعا لازم يكون أنا متطمن عليه وانا يمقدامي